خليه بس قبل ما اروح اقول اخبار النادي الاهلي او الاخبار الخاصة بفريقنا ان باقي مباراة فريق النادي الاهلي حتى نهاية الدوري الممتاز ان شاء الله والحصول على هذه البطولة طبعا نهاردة مباراة الدخلية والاهلي ايضا في مباراة المصر اللي تأجلت وان شاء الله دي هتكون يوم الحد لكن تأجلت اما يوم 11 مالس هتكون مباراة الاهلي ومبي ثم الاهلي هيلعب طنطة ثم هيلعب سموحة يوم 4 ابريل وان شاء الله يوم 13 ابريل الاهلي ووادي دجلة وبيت روجيت هيلعبه ان شاء الله يوم 20 ابريل واخيرا مباراة الزمالك اللي هتكون يوم 30 ابريل ده بالنسبة لباقي مباراة النادي الاهلي في المرحلة القادمة مجلس زيارة النادي الاهلي ان شاء الله بكرة هتكون فيه اجتماع لما نقشد بعض الامور الخاصة بقى دائما مجلس الادارة بيحاول يجتهد بكل شكل من الاشكال عشان الفترة القادمة يكون فيها احسن حاجة فيها النادي الاهلي هذا الكيان محتاج طبعا بعض الأمور خاصة في مجودات حتة الإنشاءات النادي الأهلي بيتطلع طبعا مجموعة من الإنشاءات الخاصة بفرع التجمع الجديد أيضا الاستاذ الأهلي الجديد كل دي الأمور بتتناقش من خلال الاجتماعات الخاصة برئاسة طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أيضا كابتن حسام البدري احنا عارفين ان احنا مباراتنا أمام مونانا الجابون إن شاء الله هكي يوم 6 مارس بكرة كابتن حسام بعد مبارات اليوم هيدى أجازة للعبين وبعد كده إن شاء الله تدريب يرجع تاني واستعدادا لمبارات مونانا المعترق الأفريقي طبعا واللي احنا منتظرين هذه البطولة بفرغ الصبر هذا الموسم إن شاء الله والحصول عليها وعودة مرة أخرى لأحضان القلعة الحمراء إن شاء الله كل التوفيق وبداية موفقة لفريق النادي الأهلي في هذه المرة أيضا سيد معوض بكت أو المدرب الفريق بين النهاردة بيقود مران الفريق من خلال اللعبين المستبعدين عن هذا اللقاء أو اللقاء الداخلية طبعا مجموعة من اللعبين اللي خرجوا في أمور منهم أو خرج منهم بشكل فني أو اللي خرج منهم نتيجة إصابة وبعض اللعبين طبعا زي شريف إكرامي صبر رحيل ميدو جابر حسام غالي أكرم توفيق أحمد إياسي ريان ومحمود الجزار وصعد سمير وعبد الله السعيد وباسم عري وأحمد حمودي دول اللعبين اللي اشتركوا النهاردة في التمرين مع كابتن سيد معوض ميدو جابر طبعا واحد من اللعبين الموازين واللي بيعتمد عليهم فقط من رؤية كابتن حسام البدري أيضا بيغيب عن ميران اليوم مع كابتن سيد معوض بعد استئزان كابتن حسام البدري ممكن زي ما بقولوكو فيه لعبين كتير جدا ما نجي نبص للعبين اللي برة الـ 18 أو برة القيامة النهاردة لمباراة اليوم فرقة تانية للنادي حاجة محترمة جدا مجموعة من اللعبين المميزين كابتن علاء عبدالعيل المدير الفني لفريق الداخلية بيقود النهاردة لقاء النادي الأهلي وهو من المدرجات ويمكن في تصريح ليه قالك اللي هيصعب الموقف أكتر إنه هو موجود من المدرجات وبيقود الفريق طبعا أي سواب بقى كابتن علاء طبعا واحترمنا ليه طبعا من مديرين فنيين المميزين لو أنت حتى متواجد كابتن علاء داخل الملعب أكيد اللقاء صعب لأن أنت بتلاعب بطل أفريقيا ونادي القرن الأفريق فبالتالي الأمور بتصعب سواب بقى أنت موجود داخل الملعب أو في المدرجات ويمكن كابتن علاء عبدالعيل تم تغريمه أو معاقبته إنه هو يبقى مش موجود فيه المباريات من داخل الملعب نتيجة اعتراضه على بعض أو ضرب الجزاء لم تحتسب ليه في اللقاء الداخلية والمقاولون العرب تأهيل النفسي بالنسبة لفريق الداخلية مهم أنه يلعب أمام فريق نادي القرن فريق كبير وده اللي بيعمله كابتن علاء عبدالعيل واللي صرح به من خلال تواجده أيضا في التصريحات الخاصة بالنسبة لكابتن علاء قبل اللقاء الأهلي طبعا لو بطولات موجودة بطولات سابقة بطولة أفريقيا بطولة الدوري كاس مصر هنلعب أيضا فريق داخلية إن شاء الله في بطولة كاس مصر في اختام دور 16 يوم 13 إبريل وده تحدد هذا اللقاء يوم 13 إبريل إن شاء الله في كاس مصر كل التوفيق البطولات دايما بالنسبة للنادي الأهلي بيخشها وهو هدف واحد على هدف واحد وهو الحصول على هذه البطولة يوم 13 إبريل إن شاء الله هيكون موعد لقاء الأهلي والداخلية المؤجل من دور 16 لبطولة كاس مصر إن شاء الله المباراة تكون في أستاذ السلام الساعة 8 مساء يمكن دي بعض أخبار خاصة بفريقنا ولكن كل نحن نتمنى إن شاء الله زي ما أقولك وإحنا يمكن الفترة اللي فاتت وإحنا بنتكلم على كسر الرقم جديد بالنسبة للنادي الأهلي الحصول على البطولة السنة فاتت زي ما أقولك وإحنا أخذنا هذه البطولة بطولة الدوري قبل نهاية الموسم بخمس أسابيع نتمنى إن شاء الله نحن نقدر أن نأخذها بسبعة سبيب أنت كسرت هذا الرقم من خلال حصولك على البطولة هذا العام والنجمة الرابعة والبطولة رقم 40 أنت كل عشر سنين بتحط أو عشر بطولات بتحط نجمة فبالتالي مجهود كبير بيقوم به هذا الكيان الكبير منذ إنشاءه حتى اليوم في حصد بطولة الدوري إن شاء الله نحصل على البطولة الاربعين ونبقى طبعا زي ما بدلا ما إحنا من السياد أفريقيا فقط لا إحنا السياد أفريقيا ومصر في كرة القدم كل التوفيق إن شاء الله لفرقنا هكون بعد الفاصل مع نجوم مصر في الستوديو والتحليق الفني ما قبل المبارك كابتن شريف عبد المنعم كابتن ربيع سين كابتن عاد عبد الرحمن وتحليل فني رائع من نجومنا في الستوديو